شهاب عايز اخدك للأهلي مودست بكلام على انه في الاستعدادات للنادي الأهلي بيزهر بشكل كويس وبيسجل في امبريات الودية بقى عندك لوقتي وسام أبو علي في كهربا مازال هو المهاجم الأساسي لحد ما تشوف مين اللي هيبقى أساسي على كده للنادي الأهلي فالأهلي دعم على التدائمات اللي موجودة على الفرقة اللي كانت أصلا في الأصل الكويس والأهلي بيملك سكوات قوي ورغم من كده كان عنده بعض النواقص وبعض المراكز وهو رجل فكر أنه يدعمها بما فيها حتى مركز رأس الحربة انضمامه سام أبو علي بقى حل وخيار بالنسبة له لأنه كان بيخش في أزمة كبيرة كهرباء لو مش فرمة كهرباء لو مش بيقدي بشكل جيد كان بيجي بص على الدكة مفيش غير مودست مودست كتير قناعته أو حتى بالنسبة للجمهور مفيش أريحية عند الجمهور بالنسبة للمودست مش هو اللعيب اللي هيزل يقدر يعمل الفارق لكن انضمامه سام أبو علي وشوفنا أرقامه قبل انضمامه والأهلي طبعا هي مش مكياس وظهوره في النادي الأهلي ولعبه بشكل طبيعي مع نادي الأهلي ولا هيبين إمكانياته وهيبليد دور مؤسس مع الأهلي ولا لا انضمام عمر كمان عبدالواحد أنا شايف ورقة وزوكر جديد بينضم لكاتبة النادي الأهلي سواء لعب بك يمين سواء لعب بك شمال أو حتى في التلت الأمامي كجناح خيار كبير بالنسبة للنادي الأهلي فالنادي الأهلي خرج من المريكاته الشتوي ان هو بزبط الفرقة هندل الفرقة بمعنى الكل انه هندل الدنيا بالنسبة له اللي ما عنده أكثر من ورقة يقدر ان الرجل يعتمد عليهم حتى في حلول يبقى معاه حتى على الدك الدكة تقلد يعني انت الدكة بتاعة الأهلي لو هو يلعب بنفس التيم ونفس اللاين قبل كم يلعب به طوال الفترة اللي فاتت بقى عنده أمر كمان على الدكة عنده وسام موجود على الدكة عنده مودست برضو موجود على الدكة لأ بقى عنده خيارات كتيرة ويرجوع ريدا سليم ويرجوع ريدا سليم اعتمد بالنسبة لنادي الأهلي صفقة جديدة لانه هو ورجع ما دخلش طوال الموسم او ما بدأش الموسم مع النادي الأهلي فبقى عنده خياراته جميع كبيرة جدا حتى على مستوى وسط الملعب لسه كنا بنتكلمنا وخليفة ان القلب يملك كتيبة في وسط الملعب مدججة يعني اي ثلاثة هيلعبه هكتصروا الدنيا بخلاف كده ان فيه اتنين كمان او ثلاثة عادين عندك هينزلوا يفوروا نص الملعب بدنيا وليقيا وصرعات وقوة وما يقلوش عن الثلاثة الموجودين في نص الملعب بتكلم في امام عشور احمد نبيل كوكا مروان عطية عمر السلية اليو دياني لو سألتك على دوق كل اللعيبة اللي موجودة في تشكيلة النادي الأهلي شايف ايه التشكيل المثالية للنادي الأهلي طبعا الشنوي برا فمصطفى شبير محمد هاني ياسر إبراهيم محمد عبد المنعم علي معلول مروان عطية امام عشور اليو ديانج بيرستاو حسين الشحات كهرباء هاي لو تلك تشكيلة مثالية لنادي الزمالك بعد هذه الصفقات يعني في جزء برضو احنا ما شفناش لعبت الزمالك هتلعب ازاي فخليني افتراضي افتراضي طبعا يعني ممكن عواد ممكن حمزة المسلوسي جنبه حوزام عبد المجيد بك يمين عمر جابر بك شمال احمد فتوح ما يرجع من الاصابة انما يعني في الفترة دي ممكن يكون عبد الشاف لغاية احمد فتوح يرجع من الاصابة اعتقد سلاس الوسط ممكن يكون دونجة محمد شحاتة اختار عبدالله السعيد معاهم قدام حاختار زيزو وباما سيف الجزيري ممكن بس يبقى الاختلاف ان انا ممكن ممكن اوباما يلعب تمانية على ويبقى فيه عبدالله السعيد يبقى هو اللي في التلت الاخير على حسب بس يعني المطش نفسه درجة الصعوبة يعني اوباما ممكن في المطشاط لازمالك بيحتاج مجهود بدني اكتر في الدفاع اوباما ممكن يكون كويس شوية في الضغط والالتحامات وكذا وعبدالله ممكن يبقى محطوط قدام شوية انما في المطشاط الممكن اللي هي لفل مثلا اقل شوية ممكن عبدالله يلعب تمانية اللي شبه العشرة بين مركز تمانية ومركز عشرة مع وليه دايما انا حاطت اوباما مع سيف الجزيري على الجزء بتاع التكميلة الهجومية مع المهاجم اللي زمالك بيفتقدها بشكل كبير فزمالك محتاجها ويدي دماغ جزيج يعني هو الراجل كده ممكن حتى يلعب بأوباما راس حربة هو بهم جدا العبل اللي بتخش جوا مطقة الجزاء بس ده اللي يقف عليه انه هو هيلعب بين الطريقة لانه راجل بيلعب كذا 4-3-1 ودي ممكن دي